السلام عليكم كنتمنى إن شاء الله تكونوا بأحسن أحوال يومها فيديو جديد مع سلمة الفيديو ديال اليوم نخدمها في هاد الكيمونو هذا الخدمة جات على الطول ديال يد هنتم مع تشوفوها إن شاء الله في النهاية ديال الفيديو خدمتها وبغيت نشاركها معاكم أول حاجة اللي كان عملا هي كانت راسي الخدمة ديالي كيف مع تلاحظوا إن شاء الله بعد ما كانت راسي الخدمة بالأنواع ديال الجوهر اللي عندي عادي كنبدأ في الخدمة بالواسط علش كنخدم أنا انتراسي عادي كنخدم باش ما نبدأش الخدمة ونقول هادي جات زيدة سنتيم أو هادي جات نقطة سنتيم فهاد الخدمة هادي كيف ما كتلاحظوا عشوائية ولكن في نفس الوقت منظمة فأنا كنحاول بما أمكن نوزع الأشكال ديال الحجار اللي عندي ونوزع ونوزع تل الألوان اللي عندي فأنا مبغاش واحد جيها تجي مغلوقة واحد جيها تجي مفتوحة هادو الأنواع ديال الأحجار كينام مستطيل وكينام مربع وكينام كروي الشكل اللي كان خدمو به عادي فأنا خدمت بها كيف ما قلت لكم على طول ديالكم فبإمكانكم تعملوا بها عواد الراندا فبإمكانكم تعملوها جنب الراندا جنب السفيفة أو قدام العقاد فكيبقى الدوقة ديالكم فيما بغيتوا تعملوها فأنا عملت الألوان ديال الطاووس حاولت نعمل الألوان كامل اللي في الطاووس التخواش بمفتوح الموف مغلوق الموف مفتوح الورنج حاولت نعمل هاد الألوان كاملين الناس اللي ما عندهمش جراء في الألوان في حال هكذا فبإمكانكم تعملو إما مشتاقة أو تعملو لون واحد كيف ما كتعجبوه هاد الموضون هادا فهو كيتباع ستين درهام صراحة صاشية اللون ديالو ما كيتبدلش إلى ديته المصبعنا فكيبقى بنفس اللون كيف ما قلت لكم الخدمة ديالي الخدمة سهلة شنو هي كتدي شوية ديال الوقت لأنه خصت توزيع ديال الألوان يعني خصك مرة مرة تشوف الألوان اللي خصك الدخل ما تنساش شي لو طريقة ديال الخدمة سهلة بإمكانك تنفس جلبتك في النهار واحد وبإمكانك تعمله في قطان في جلبة في فراشة في أي حاجة عندك فأنا مرة مرة كيف ما كتشوفوك نعمل جوهة المهرس كيعطيه واحد الشكل مزيان بغيتو تعملو جوهة المهرس الذهبي بغيتو نقريه فأنا عملت هنا نموم في مغلوق ما عملت جوهة المهرس عملت جوهة المكوار وزوم الرود اللي كي ساقسمني على الرقم ديال زوم الرود فأنا عملت الرقم ثلاثة ما بغيتش نعمل الرقم أربعة لأنك يجيز صراحة شوية كبير على ينسى لي هاد الخدمة كينا الأخوات اللي عيسا قسمني يقولوا لي كيفاشا سلما خداما بلا مرمى فأنا هكذا الخدمة يعني جتني مزيانة خصوصا أنك تساعدني سفيفة رقيقة إلا بغيتو تخدموها بالمر مرمى خدموها إلا جاتكم هكذا سهلة فبإمكانكم تعملوها عادي فدبا شوية وعنسى لي فكنتمنى إن شاء الله هاد الفيديو هادا ينال إعجاب ديالكم حاولت نعملكم وخاهر فيديو شوية لأن اليوم عنا عتاهنا مولاتو بغيت نشارك معكم فهذا أجي تشوفوا شكل دياله وشكل دياله صراحة كيجين زيوان بغيتو تعملوها على شكل هكذا فيراجات أو بغيتو تعملوها على شكل مستطيل كيبقى على حسب الدوق ديالكم فهذا هو الكيمونو من اللي ساليتو فكنتمنوا إن شاء الله هاد الفيديو هادا ينال إعجاب ديالكم ومع فيديو جديد إن شاء الله وشكرا